يلا يا بنات جلالة السلطان سليمان المعظم بسرعة بسرعة يلا يا بنات سوف اضمح لكم يلا 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 يا بنات امشوا قدامنا اذا جاي تسألي فالخاتم ما التقى شكله تبخر وطار السلطان رح يسألني عنه المسا فشو قلو قلو طار وتبخر ايبراهيم باشا في مجال نحكي لانه في شغلة مهمة كتير صارت اليوم خير سنبلاغا السلطان الام صلى شي لا مو هيك الله يحفظ لنا ياها صحتة كتير منيحة بس هي الشغلة بخصوص الخاتم خاتم شو ايه يا فريال شو صار على اساس بدك تصيري عيوني واداني اللي بالحرم لك لماذا خبيتي موضوع الخاتم الموضوع صار بالليل فما حبيت ازعجك بوقت متأخر بس كنت عم فكر اليوم اني اجي لعندك وخبرك مين مين اعمل هالعملة انا بصراحة ما بحب اني اظلم حدا بس بس شو ليرسا كتير بصراحة في واحدة شاكة كفية روحي جي بي انا نعترك بالغرفة عايشة ترى موسيقى فوتي موسيقى 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 أنا ما سرقته أنا بريئة أو مظلومة ليش أنا قلت أنك سرقتي؟ هم؟ أنا جبتك لعندي لحتى إثبت برقتك لا تنسي أنه أنا اللي عرفتك على السلطان يعني فضلي صرتي بالحرم العالي يا عيشة خانم أنا ماني حابب أني ضرك بس إذا أنت ما بدك تساعديني جبروني نساوي هيك يلا قولي قولي شو صار مين طلب منك هالشي مولاتي مستحيل كنت إزعج جنابك لو ما كان في شي مهم وما بين حل غير بمساعدتك شو المشكلة يا إبراهيم قل لي جلالتك خاتم الزمرد مو ضعي معناه الدولار متأكد؟ أنا ما كنت بزعجج لوماني متأكد مولاتي دليني على طريقة قدر في أرجع الخاتم لهويان من دون معضر ناهد دوران لأنه إذا عرف السلطان بيرقلي مو لازم يعرف بشي تريك هاي الشغلي علي والدة السلطان عم بتناديكي سبقيني وهلأ بالحقيق بدياكي فورا ماشي قيمي أنا رايحة نشاء اللي يكون خير انتي خليكي هون فقلي شغل معيك معقول اترك السلطاني لحالة بل كي احتاجتني تعالي هون اسمعي مني أنا بعرف كل القصص اللي عمت عمليك فروحي فورا وجيبي خاتم الزمرد يلا اشتركوا في القناة امارتي بدك تشوفيني خير سلطاني تعالي عندي يا بنتي تعالي أنا وصيتلك على عصير كتير خاص بدي منك تشربيه لأنه بيفيدك وبيقويكي أنا كنت مفكلة أنه بدكياني بشي كتير مهم لشوفي موضوع عند السلطاني أهم من صحة حفيدي اللي جاي عالطريق شربي لشوفي الكل ينصف بل شو تفتيش موسيقى 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 لمين هالفرشة؟ موسيقى 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 شو عم يعمل هالخاتم بفرشتك؟ والله العظيم أنا ما سرقته أنا ما دخلني والله العظيم ما دخلني هذا أفترق أو كذب ما دخلني ما دخلني دركوني ما دخلني أنا ما دخلني ما أنا اللي سرقته خاتم الزمرد رجع موسيقى خليه عطول بأصباحك ولا تشي لي أبداً موسيقى 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 ناهي الدوران سرقته ولاقولك بشفيده وطي صوتك هلأ بيسمحوك السلطان سليمان نعطرني هلأ أعطيني المراية الفضية كسرتية سامحيني يا سلطاني مو بقصدي مو حلو هاد الفعل يلا بصراع اخدوها منوشي خيرك وصار شوفي لش هيك ملبكة سلطانة إن شوي شفتها لهديك الجاري أخذينا على الخلوي وكمان لوحد لي بإيدها الله ياخدها سلطانة طولي بعلك شوي حاسي قلبك أنهم يحترق يا كوسر ناهي الدوران شو هاد اللي عملتيه انت جنيتي تركينا لوحدنا حطي عقلك براسك هاد تصرف ما بيليق بمرت السلطان حاشتك بقى ما حقول تنزلي له المستوى وتروحي تسرقي خاتم من جارية إذا تكرر هالتصرف رح يكون عقابك كبير اصحي بقى بلى ولدني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة